السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيد رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعه اللهم صل على النبي محمد ما اتصرت عين بنظر اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولا ربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثمة والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعل لنا في قلوب الصالحين ودى اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صل عليه صلى الله عليه وسلم اللي لا دي هنعيش مع قصة سميتها روح الأخوة قصة روح الأخوة في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته من حديث الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما نزل عليه قال سعد أقاسمك مالي وأهلي فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق وفي رواية أن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف إن لي مالا كثير وأهل أقاسمك مالي وأنزل عن إحدى امرأتي فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بارك الله لك في أهلك ومالك هل من سوق فسأله عن سوق يتاجر فيه فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه نعم سوق بني قينقاع فنزل عبد الرحمن فباع واشترى وربح ثم جاء بعد مدة فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعليه وضر من صفرة يعني أثرت طيب بطيب غالي الثمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف تزوجت قال عبد الرحمن نعم يا رسول الله قال النبي ومن قال عبد الرحمن امرأة من الأنصار يا رسول الله قال النبي وما سقت لها قال عبد الرحمن نواه من ذهب يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه أولم ولو بشاه هذه قصة مشهورة حاولت أن أجمع أطرافها من صحيح الإمام البخاري علي رحمة الله وبركاته وفي هذه القصة يا أحباب فرائد وفوائد كثيرة جدا ومن أعظم فوائد هذه القصة هو هدف حلقة الليلة مركز القصة وهو الأخوة في الله روح الأخوة في الله المعدن الأصيل للأخوة تعالوا بنا لنراجع أنفسنا فليس المقصد من حلقة الليلة هو فقط تقدير الصحابة احترام الصحابة تبجيل الصحابة والرؤية العملية للآداب المثالية في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم ليس هذا هو المراد الوحيد من حلقة الليلة ولكن نريد أن نتعرف كيف كانوا يفعلون هذا مع بعضهم كيف وصلوا إلى أن يتعامل أحدهم مع أخيه بهذه المعاملة النادرة وبهذا الإيثار الغالي العالي لدرجة أن الواحد منهم ود أن يؤثر أخيه بماله وأن يقاسمه ملكه وأن يقاسمه حتى في أهله يعني هنا في الحديث المشهور واللي احنا كلنا عارفينه موقف رائع جدا من سيدنا سعد بن الربيع لما يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف أنا عندي مال كتير أنا وإنت يبقى المال ده بتاعنا لي نصف المال وأنت لك نصف المال وقاسمك مالي وعندي أهلي كمان أنت مش متجوز وأنا متجوز وعندي بدلت زوجة زوجة وأكثر خلاص أنا عندي استعداد أن أناولك شيئا مما عندي من أهل يعني طبعا هذا إيثار كبير جدا ومبالغة في النزول عن الحق إلى الأخ القريب مني وطبعا كانت المعاملة الظهر الوضحة جدا من سيدنا عبد الرحمن بن عوف ها هنا أيضا معاملة مثالية يعني بيرد على المثالية بمثالية مثلها فقال له لا 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 ولا أهلك ولا مالك الله يبرك لك في أهلك ويبرك لك في مالك فدع له بالبركة في الأهل والمال وقال له لو سمحت لو فيه هنا مكان أعرف أتاجر فيه وأبيع وأشتري وأربح جزاك الله خير بس أقول لي السكة منين دلني على السوق عرفني بس مكان السوق طبعا يعني المشهد ده فيه إثار كبير جدا وأيضا فيه ورع ورع كبير جدا 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 واستغناء عمى في أيدي الناس من سيدنا عبد الرحمن بن عوف مش بقى مصدق أن سيدنا سعد يعني عزم عليه وبيقول له أن أتأسم أنا وأنت في مالي وعندي استعداد كمان أن أتأسم أنا وأنت في ولادي وأهلي يا سلام سيدنا عبد الرحمن قال له لا لا جزاك الله كل خير شكر الله لك يا حبيبنا الله يبرك لك في مالك ويبرك لك في أهلك جزاك الله خير على هذه المشاعر الطيبة النبيلة دمت أصيلا يا أصيل كأن هذا لسان حال سيدنا عبد الرحمن بن عوف وأنا عمل بتتبع الخصة في كتب الآئمة فين الكلام ده من الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة يا جماعة ده النهاردة بيبقوا إخوات أشقاء يعني أبوهم أبو واحد أموهم أمو واحدة وأحيانا بيبقوا قاعدين تحت سقف واحد وأحيانا بيتجمعهم مائدة واحدة واسنين مع بعض أسرة واحدة فجأة فيركش ليهم هما الاتنين بمعنى افترق كل واحد فيهم رحف سكة سبب هذه الفرقة إيه؟ قد تفاجأ أن سبب الفرقة دي هوا في نفس واحد منهم أو في نفسهم هما الاتنين أو زعلة بسيطة تفهى بسبب شيء لا قيمة له أو فرق بينهما خلاف وجهة نظر أو فرقت بينهما تجارة اختلفوا على فلوس أو مال أو مشروع أو فرقت بينهما امرأة كانوا حبايب وزي الفل ولما تزوج أحدهما خلاص يقول لك خاب من أول لما تجوز وهو تبدل العوض على الله بقى حد تاني خرص كأني لا أعرفه كأن مش دا أخويا لنا أعرفه سبحان الله العظيم هذا حاصل في كثير من البيوت وممكن بقى المشاكل تزيد والخلافات تتفاقم وتبقى الخلافات دي تنقل بتبقى مش مجرد خلافات لا قطيعة إصرار على الخلاف وإصرار على النزاع وبقى في قطيعة بينهم هما الاتنين أو أكتر من إخوة كمان يعني ممكن تبصت لقي كل أخ من الإخوة رايح في ناحية دا ما بيكلمش دا وده ما بيكلمش دا وده زعلان من دا وده زعلان من دا ومحدش فيهم للأسف طايق التاني أو مستحمل التاني أو بيحترم التاني لا الصغير عايز يحترم الكبير ويكبر الكبير ولا الكبير عايز يليل للصغير ويصبر على الصغير خلاص وفي الآخر خارص ممكن تتفاجئ أن الأسباب لذلك كانت أسباب بسيطة جدا في البداية لكن تفاقمت هذه الأسباب الخلافات البسيطة جدا تفاقمت وبقت قطيعة أيام وأسابيع وشهور واسنين لدرجة أنه ممكن أخ يدخل علينا رمضان وما يزورش أخوه ييجي علينا العيد وما يروحش عيد على أخوه أو حتى يتصل على أخوه هنقه بالعيد مثلا من أعياد المسلمين كعيد الفطرة أو عيد الأطحى مثلا أو يحصل عنده ظرف وهو يطنش ويعمل كأنه ما هوش عارف ويقولك طالما هو ما قال ليش وما ندبنيش وما عرفنيش سبك منه وطنشه تعالوا بقى ده ده حاصل في زماننا لضعف التدين أو ضعف العمل بالأصول الشرعية والأعراف المرعية احنا برضو عادتنا جميلة عادتنا نبيلة في حاجات في تقالدنا جميلة ويتوافق الشرح ساعة احنا بقى ابنين سبقى كل الشرعي والعرفي كمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فين بقى الكلام ده من موقف سدنا سعد مع سدنا عبد الرحمن بن عوف يا جماعة هذا من بلد وهذا من بلد هذا من قبيلة وهذا من قبيلة هذا رجل أنصاري من الأنصار والآخر رجل أصلا من بني زهرة يعني قرشي اللي هو عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن الحارث ابن مرة ابن زهرة فهو قرشي أما سعد بن الربيع فهو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين ده من بلد وده من بلد ده من قبيلة وده من قبيلة ده طباع وبيئة وتربية وده طباع وبيئة وتربية لكن اتجمعوا كلهم في ظل الإسلام مجرد لما سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم أنتو اللي اتنين إخوات خلاص هم اللي اتنين بقوا أخوات كالأشقاء تماما ودرجة الإيثار بينهم من أول لحظة لدرجة أن سيدنا سعد بن الربيع يفكر يقول طب أخوي عبد الرحمن بن عوف جاي لا مال معه سأل ده كمان ما عندوش زوجة ما عندوش لا زوجة ولا أولاد طب اللي ما معهوش مال ده حيعيش إزاي طيب ما بدل ما يحس أنه هو يعني عالى علي وأني أتفضل علي لا 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 أنا عندي مال كتير أقوله اللي عندي يبقى بتاعي وبتاعك هو لي ولك أقاسم كمالي وأكتر من كده كمان من باب المحبة لي يقوله أنا يعني هعود يعني متمتع ومتهني وإنت مفيش عندك زوجة ده ده عايز يحسسه يقوله أني مش مجر مش المتعة المادية بس أو التوسيع المادية بس اللي أنا حامل همك فيها وعندي استعدادة ساعدك في هذا الجانب اللي هو الجانب المادي لا وكمان الجانب الرمزي أو المعناوي أنك تبقى سعيد لأن الزواج سبب من أسباب السعادة في حياتنا ده الأصل يعني الأصل أنك إنت لما بتتجوز هتبقى سعيد إن شاء الله الأصل أنك إنت لما بتدور على زوجة طيبة وتحسن الاختيار وتطلع الزوجة دي صلحة فعلا وأنك إنت يعني محلة ما جبت ونقيت بقت زوجة دي الأصل أنها تبقى سبب ساكنك وهدوءك ومودتك وساعدتك وراحت بالك وهناك ده الطبيعي لكن بقى لو لو أسأنا الاختيار وما طلعتش الأمور زي ما هي فبيبقى في نكد وفي هم وفي غم وفي زعل وفي قول بقى زي ما أنت عايز تقول قول وممكن ما تبقى شيئا سبب السعادة زي يعني زي ما مفترض أنها تكون سبب السعادة لا ممكن تبقى سبب زعلك وسبب كادرك وسبب النصف وكي يتعكر وسبب أن مزاجك ما بقىش رايق وبالك ما بقىش هادي قول زي ما أنت عايز تقول سيدنا سعد بن الربيع قول أنا حاسس بيك لسان حلو كده أنا حاسس بيك وبعملك إنك أخويا بجد خايف عليك في كل تفاصيل حياتك من ناحية المادية عايزة أقف جنب منك من ناحية المعنوية طب ما أنا متجاوز أعيزك أنت كمان تتهنى وتتجاوز زي ما أنا متهني ومتجاوز أنا عندي أولاد نفسي وأكمان أنت كمان ترزق بأولاد ربنا يبارك لك وأس عليك وياكل لك عقب فنقل المشاعر دي بصدق بحق لسيدنا عبد الرحمن وده علشان المسافة بينهم تزيد أرب تخيل أنت أن لما أخ يحكي لحبيبه هذه المشاعر يحسسه بالإحساس العالي ده إحساس أخو إيه إحساس صاحبه إيه إحساس صديقه إيه هو ده اللي إحنا المفروض نعيشه بقى من خلال هذه القصة من البداية ونستوعبه كمشاعر ونعرف إن من السنة إن إذا إحنا جمعنا في أخوة الإسلام المفترض أن كل واحد فينا يعامل أخوه في الإسلام المعاملة دي يبقى حريص على إنه يبقى سند لي يبقى في ظهره إنه ما يشوفوش في أزمة ويكبر دماغه ويطنش ويتعامل كأنه ما عرفش حاجة لا لو تقدر إنك أنت فعلا تفرج عنه وتوسع عنه وتزيح عنه الأزمة دي أو الكربة دي فافعل هذا طب ما تقدرش تقدر تساهم أو تساعد فافعل هذا ولا تبخل عليه طب ما تقدرش خالص يا أخي إنصحه بنصيح يعني لا تقدر تزيح عنه هذا الكرب أو تفرجه عنه ما تقدرش تساهم حتى في إزالة المحنة دي عنه ولا حاجة ظروفك مش سمحة على الأقل قل قولا حسنا قل كلمة طيبة قل خيرا تسلم أو اسكت عن شر تغنم على الأقل جدا إنصحه بنصيحة طيبة يستفيد بيها يا أخي لكن النهاردة في فرح أنت عمل نفسك كأنك معرفتش في زعل أو حزن عمل نفسك كأنك أنت معرفتش أو بتروح تقضي واجب كده زيك زي أي حد غريب لا تعمله على إنه حبيب أو صديق أو معرفة سنين آدي مثال عملي من الصحابة يا جماعة شوفوا روحوا الإخوة لما آخر رسول الله بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما سيدنا سعد عادي يفكر عن حال سيدنا عبد الرحمن بن عوف ويعمل معا إيه قال له يا أخي عندي مال كثير أنا من أكثر الأنصار مالا أنا سمعت بعض السادة العلماء يا أحباب بيقول أنتم فكرين أن سيدنا سعد بن الربيع كان فعلا من أكثر الأنصار مالا قال لا هو أصلا ما كانش من أكثر الأنصار مالا ولا حاجة ولكن أنتم عارفين لما واحد يطمع حبيبه فيه ويكون الأحب يلينه ويطمع حبيبه فيه أو ده اللي كان سيدنا سعد بن الربيع عايز يعمله مع سيدنا عبد الرحمن علشان ما يبقاش محسسه بالحرج وقت العرض ده وهو بيعرضه عليه فأميد ده له التمهيد ده فكان التمهيد ده أني أكثر الأنصار مالا علشان ما يقول له أنا عندي استعداد أسمك في مالي أديك نصه وأنا نصه ما إليه يعني إليه لا يتوانى ولا يتحرج من هذا العرض ويقول طب أنا هاخد فلوس منك بتاع إيه ما وقال له في الأول أنا عندي مال كتير أنا أكثر الأنصار مالا وهذا يعد من كرم الأنصار ومنهم سعد بن الربيع كمثال عملي ده من كرم سعد بن الربيع والأنصار كان هذا أغلب حالهم أسخياء بيحبوا الكرم والجود فقال له يا حبيبي يا صحبي يا خوية يا اختيار سيدنا النبي لي أنا بحبك وأنا عايز أقول لك بقى إن أنا من أكثر الأنصار ما ربنا موسى علي الحمد لله وأريد أن أقاسمك مالي أنت نصف مالي وأنا نصف مالي وكمان أهلي عندي امرأتين إن أردت أن أنزل عن إحدى امرأتي فعلت وفي رواية انظر أيتهما أعجبتك طلقتها ثم تزوجتها أنت يعني ليه الدرجات دي سخوت النفس وطبعا أنت بالواحد طب بالواحد ممكن يستغنى عن ماله أو جزء من ماله إنما طب زوجتك اللي أنت لمستها يعني صعب جدا أنك أنت تفكر أنك أنت ما أقول سيدنا بقى سعد بن الربيع يعرض العرض الضخم ده على سيدنا عبد الرحمن بن عوف كأنه بيقول له عندي استعداد لسان حال وكده عندي استعداد أعمل معك أي شيء المهم أنك أنت تبقى مبسوط وسعيد يا حبيبي سيدنا عبد الرحمن بن عوف نبيل تربيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متربي على عزة النفس هذا الصحابي الجليل أسلم وكان من السابقين إلى الإسلام فهو سابع سبعة أو ثامن ثمانية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أوائل السابقين إلى الإسلام وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو من الستة أصحاب الشورى فده أصلا تربيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شوف العزة اللي عنده والأدب العالي والرد على التعامل بمثالية من سيدنا سعد الرد المثالي بمثالية من سيدنا عبد الرحمن بن عوف عشان نتعلم الشياكة في المعاملة أني لما كون أنا بعملك بأدب عالي عاملني أنت كمان أرجوك بأدب عالي أما كوني أنت بتعملني بالشياكة يبقى أنا واجب علي أن أنا أتعامل بالشياكة وأتعلم منك الشياكة في المعاملة أما كوني أنت بتعملني بزوء عالي أوي أنا أتعلم منك أن أنا أصلح طبعي لو فيه سوء في طبعي وأتعلم منك أني إزاي أناولك المعاملة الحلوة بمعاملة حلوة الأدب العالي بأدب عالي الزوء والرقة بزوء والرقة الشياكة في التعامل بشياكة في التعامل وهكذا مش هتحجج أنا بقى وقول لا أصلا طبعي كده أصلا تعودت على كده لا أصلا انت بصراحة يعني مزودة حبتين لا أصلا انت بالدقة في التفاصيل شويتين لا أصلا انت مثالي زيادة عن اللازم لا أصلا احنا الزمن بتاعنا ما بقاش كده لا يا جماعة جزاء الإحسان هو الإحسان هنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف عمليا يقابل الزوء والرقة وحسن المعاملة والمثالية والإثار العالي يقابله برضو بإثار عالي وبغنى عالي وبعزة عالية وبغنى نفسه عالي جدا وبأدب ومثالية رقية جدا ويرد على سيدنا سعد بن ربيع وقول له بارك الله لك في أهلك أهلك ومالك دلني على السوق ورواية بارك الله لك في أهلك ومالك هل من سوق كأنه بيقول له يا حبيبي جزاك الله عني كل خير وعلى هذه المشاعر النبيلة أنا مش عارف أرد جميلك وكلامك الحلوة طيب ده إزاي بس أنا سامحني سامحني أنا مش حقدر أن أنا أخذ أي حاجة من مالك سامحني أنت رجل محترم وطيب أنا مقدرش أفكر أصلا أنك أنت تتنازل عن حد من زوجاتك لينا لا 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 على إيه أنا عايز منك بس حاجة بسيطة جدا دلني على السوق هو في هنا سوق في سوق عندكم هنا في المدينة أنا أقدر أتاجر وأتعب هتعب شوية صغيرين أي بس ربنا حيكرمني وسيدنا عبد الرحمن بن عوف يا جماعة كان عنده حسن توكل على الله وثيقة غير عادية بالله لدرجة في أثر عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول أثيق في الله عز وجل أنني لو رفعت حجرا لرأيت تحته أو لوجدت تحته ذهبا وحوله الله لي ذهبا قال أنا عندي ثقة في الله وحسن توكل على الله عز وجل إن أنا لو صخر قدامي ونشلت كده من مكانه حلاقي تحت منه ذهب إن شاء الله والصخر اللي في إيدي وكان صخر في إيدي حسن توكل على الله يحوله الله تعالى لي ذهب ويبقى بدل ما وحق حجرا في إيدي ينقلب ويبقى دهب في إيدي ده حسن توكل على الله وفي نفس الوقت ثقة تامة في الله أن الله تعالى لن يضيعهم وأن الله تعالى لن يخذلهم وأن الله عز وجل سيوسع عليهم فقال له برك الله تعالى في أهلك ومالك هل من سوق قال له ايوه في هنا سوق سوق ايه قال له سوق بني قينقاع وهو سوق لليهود فانطلق فباع واشترى في بعيد بتقوله انه باع سمنة وباع اقط وقاب شوية دي وشوية سمنة وابا وابا وبدأ يتاجر والتجارة القليلة صارت تجارة كثيرة وربح وبعد مدة تزوج ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه اثر ايه اثر انه تزوج بان عليه كلام ده ازاي في مسندي عبد ابن حميد وغيره انه دخل على النبي عليه اثر العرس يعني تشوفه كده تقول ايه تقول ده ده عريس عارف انت اما تلاقي حد لابس مثلا بدل سويس فتقول ايه تقول لا ده ده مش لابس فورمال ده ده مش جاي من ايه من مقابلة عادية لا ده ده يا امك بيخطب يا ام لسه راجع من خطوبة يا ام عريس ايه اللي خلاك تقول كده شكله هيئته دي تقول كده سيدنا عبد الرحمن بنقف دخل برضو على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهيئة لابس الثياب اللي هي زي ما بيقولوا وعليه وضر من صفرة العلماء بيقولوا معنى وضر من صفرة يعني طيب صفرة من اثر الطيب الطيب بالنفاذ قوي الرائحة اللي يظهر منه انه غالي الثمن وهذا لا يفعله الا العريس الجديد الزوج الجديد لسه ما جاوز قريب فلما سيدنا نبيه لقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف داخل عليه بالهايئة دي والريحة الحلوة الجميلة دي واللبس المهندم او ده الشياكة ده فقال له اتزوجت قال عبد الرحمن بن عوف نعم يا رسول الله شوف الحوار بقى قال ومن قال عبد الرحمن بن عوف امرأة من الانصار قال النبي وما سقت لها قال عبد الرحمن وزن نواة من ذهب يا رسول الله قال النبي اولم ولو بشاه اول حاجة يا حبيبي في الحوار ده نتعلمها ان الواحد فينا يبقى لماح مع الناس اللي بيتعامل معاهم يبقى لماح مع البشر اللي بيعملهم ويعملوه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كده لماح سيدنا عبد الرحمن بن عوف اول لما دخل عليه بهذه الهيئة قال سيدنا النبي يعني كأنه قال في نفسي دي هيئة عريس يكون اتجاوز فسأله اتزوجت وفعلا طلع زعم سيدنا النبي في محله قال له ايه ده انت اتجاوزت شكل كده عريس جديد اتزوجت قال عبد الرحمن بن عوف نعم يا رسول الله فعلا انا اتجاوزت لاحظ بقى السؤال اللي جاي ومن يعني جاوزت مين فسيدنا عبد الرحمن بن عوف رد على سيدنا النبي وقال ايه قال له امرأتهم من الانصار سيدنا النبي ما سألوش هو انت بقى كده تتجاوز وما تدعينيش بقى برضو يعني انت تتجاوز وما تقول ليش ما تقولش لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي مقالش كده علشان احنا نتعلم ان بلاش تقحم غيرك بالعتاب اللي ملوش داعي عتاب حيزعله او يزعلك على الفاضي وانما اظهر انك تحب له الخير وانك انت مبسوط له قوي يا اخي هو اتجاوز ونسي يقولك او هو اتجاوز وما حبش يشغلك انا ما اقولوش بقى كده برضو ليه الدرجات دي لا 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 بقى هانت عليك العشرة هان عليك العشو الملح يا راجل يعني خلاص تروح تتجاوز من غير ما انا ما اعرف طب اقول لي طب ما انا هفرح لك لو واحد فينا احنا كنا ممكن نقول كده النبي بيعلمنا بقى ان لا ما تقولش كده قول لي يا شيخ انا بقول كده من العشم هو النبي برضو ما كانش لي عشم عند الصحابة هو انت متخيل ان سيدنا نبي ما كانش لي عشم عند واحد زي عبد الرحمن بن عوف ده تربيته ده من جنوده ورجاله ولكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ان يشق عليه وان يثقل عليه في العتاب ويريد ان يبين له انه يحب له الخير قال له ويجوزت قال له نعم قال له مين عايز بس يطمن عليه قال له امرأة من الانصار سيدنا النبي ما سألوش بقى مين يعني امرأة من الانصار اسمها ايه بنتي مين يعني يا اخي عشان نطمن عليك النبي ما قالش كده عشان احنا نتعلم ان ايه ان من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه نتعلمها عاملي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الصحابة هنا قال له جوزت قال له نعم مين قال له امرأة من الانصار قال له سوقتي لها ايه وما سوقت لها اي مهران قال وزن نواية من ذهب عرف ان كده ربنا اكرمه ووسع عليه وفتح عليه فنصحوا بهذه النصيحة وقال له اولم ولو بشاه علشان احنا نتعلم يا جماعة ان المفترض انك انت لما ربنا يمن عليك بنعمة تذبح لله شكرا على هذه النعمة فاحنا وقت الفرح بنذبح ذبيحة لله بما ووسع الله تعالى به علينا ونسميها وليمة اولم ولو بشاه اسمها وليمة ولما ربنا يمن عليك بطفل تذبح ويبقى اسمها نسيكة او عقيقة ولما ربنا يوسع عليك بمال ويجي عيد الاضحى تبقى انت مجاهز للاضحية واسمها اضحية وهذا من شكر نعمة الله تعالى علينا الحقيقة وقت الحلقة فاتبنا بسرعة فأصيكم ونفسي ببعضكم بعضا خيرا واذا كنت في قطيعة مع احد اخوانك الاشقاء او مع احد زملائك او اصدقائك او جيرانك فالصلح خير الله اسأل ان يبارك فيكم اجمعين الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسنا منه المبتدأ وطبع منه الخبر احبكم في الله استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في امان الله والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته